اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا جاي كفي رسالة الشعب السوري احنا بدنا دولة مدنية ديمقراطية حضارية انا اليوم بخبركم انه مع كل نفس عم نتنفسه في سوريا عم يموت في سوريا مع كل رمشة عين في سوريا عم يموت في سوريا في بلاد الشمس والحرية لازم نشتغل كتير منيح لنوصل للحرية اللي بدنا اياها نتعلم منهم الحب بلد الحب نتعلم منهم الحب والتسامح والحرية ونصنع حريتنا بيدنا لازم نكون واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد نحن بدنا نحاسب بس باسم القانون كل شخص تلوست ايديه بالدم السوري من معنينات لليوم باسم القانون بدنا نحاسب نحن ما بدنا عام في سوريا انا رسالتي رسالة محبة وسلام بدنا نكون شعب واحد بدنا نتعلم التسامح بدنا نتعلم الحرية الحقيقية بدنا نتعلم تسمع بعض وبس ما فيني بشكر الفرنسيين كتير لأنه أنقذوا لي حياتي حقيقة أنا كنت معرضة للحطر بشكل حقيقي بشكرون من أعماقي لأنه أنقذوني باللحظة الأخيرة وجابوني على باريس شكراً كتير للفرنسيين ومتل ما قلنا بدنا نرجع نتعلم منهم لنصنع الحرية اللي بتشبهنا ما بتشبه حدا تاني وصورتنا صورت شباب لا سلفية ولا إرهاب لا سلفية ولا إرهاب واحد واحد الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد ويا حموص نحن معاك للموت ويا حموص حنا معاك للموت ويا حموص حنا معاك للموت ويا رقاحنا معاك للموت يا رقاحنا معاك للموت نقام شريحنا معاك للموت ومقام شريحنا معاك للموت يا حزكي حنا معادي للموت ودير الزور حنا معادي للموت واحد واحد وحد الشعب السوري وحد يا سوري يا سوري معادي للموت يا سوري يا سوري معادي للموت لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله ولأسد عدو الله ولأسد عدو الله أن الشهيد خارفة وقالي أسم الشهيد خارفة وقالي أن الشهيد خارفة وقالي هُنَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ والشاهد حبيب الله يا الله من نغيرك يا الله يا الله من نغيرك يا الله ويا الله عجل مصرك يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بزينا البارود قبالك وانها لحدي الحمصية وانها لحدي الحمصية واحد منا يسوامية وانها لحدينا يا ويه وانها لحدينا يا ويه بلّي عادينا نحاربو بسيب نقطع شاربو الله الله ينفرج المصايب الله الله ينفرج المصايب اضرب رصاص خلي رصاصك صايب 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 لا سلفية ولا ارهاب قالوا عنا سلفية نسؤولوا سوريين بدنا دولة بدنية واحد واحد الشعب السوري واحد يلي بيقول الدم السوري خاين يا للعار سوري يضرب سوري بنار يا للعار سوري يضرب سوري بنار يا وطن ويا غالي والشعب بده حرية يا وطن ويا غالي والشعب بده حرية حبت من درعة طورة تنادي بالحرية حبت من درعة طورة تنادي بالحرية يا شباب الجعبون نحنا لازم نكون عن جد واحد مو شعار نحنا لازم نحب بعض ما أرجوكن نحنا ما لازم كل واحد يحكي عالتاني أي أهم بشغلة نحن نكون واحد مهما اختلفنا مهما كانت توجهاتنا السياسية مهما كان شو ما كان نختلف على كل شيء ومنتفق على حب سوريا سوريا الموحدة الواحدة من شمال الجنوبة من شرقها لغربها أرجوكن مهما اختلفنا كسياسيين نتوحد على حب تراب سوريا غير هيك ما رح نسقط النظام النظام بس يسقط جواتنا بيسقط خارجنا إذا النظام قاتل ما رح نسمح لنظام يحولنا لقتله إذا النظام سارق ما نتحول لسارقين إذا النظام انت هاذي ما منتحول لانت هاذين نظام كاذب ما منتحول لكاذبين يا أما بنكون نشبهه ولي بيشبه شيء ما رح يسقطهم ما رح يسقطوا رح نموت نحن اتنين سوا نحنا بدنا سوريا واحدة سوريا من شمال الجنوبة من شرقها لغربة واحدة ببلد الحب بيوروب يلي طلعت من سوريا اللي تزرع الحب ويلي راح وراها هو قد موس ليبحث عنه ما جاب معه استاح جاب معه أول أغنية حب مدونة في العالم السورية جاب معه لبجدية قد موس جاب معه المعرفة ما جاب معه استاح نحنا ما بنا نقصر بعض نحنا ضد الحرب مهما كان ضد سوري يقتل سوري وضد قتل أي إنسان تحت أي زريعة كانت والشعب السوري ما بينزل والشعب السوري ما بينزل والشعب السوري ما بينزل ممكن من سامح من قتله بس منحاكمهم باسم القانون ويمكن يجي يوم ما بارد ممكن هذا الشعب الراق العظيم المحف ممكن يسامح وممكن يسامح رغم كل شيء بس اليوم نحنا نقول فيه قانون وأي شخص لو أفت إذاه بيد في دمع الشعب السوري رح يحاسب ويا حماس حنا معاك للموت ويا سوري يا سوري معاك للموت ويا درعاه حنا معاك للموت ويا سوري يا سوري معاك للموت أنا بدي وجه رسالي لأهل الساحل السوري بدي وجه رسالي لأهل الساحل السوري حتى لو كان جزء منهم موالدة نظام بطلب منهم وبترجاههم اطلعوا بالشوارع وقولوا نحنا منحب بشار الأسد ونحنا بدنا بشار الأسد بس اطلعوا له لا للقتل لا للدم لأنه اليوم اللي عم يضحي فيك وعم يقتلك رح يجي يوم حدا يقتلك اطلع وقول أنا بحبك يا بشار الأسد بس حابت بابتك متحت أي زريعة كانت انك انت تقبل انه يقتل أخوك السوري فينا نقول لأنه إذا بدنا نكون ديمقراطيين في ناس موالة في ناس معارضة ديمقراطية تعني قبول آخر بس لا تعني قبول القتل ولا الدبابة ولا العنف ولا الرصاص تحت أي زريعة كانت باسم القانون متحاسب كلياتنا من رئيس الدولة إلى أصغر شخص فينا شكرا